أهلا بها حضراتكم من جديد في كل مكان يمكن في بداية الحلقة كنا نتكلم مع حضراتكم النهاردة عن أغاني الراب ومطربين الراب في مصر والاهتمام الكبير اللي حصل في السنين الأخيرة بالنوع ده من الموسيقى والاهتمام ده طبعا جاي من قبل المراقين والشباب وإذا بنشوف حفلات راب في كل مكان وتلاقي الشباب متواجدين فيها بكثافة شديدة جدا وبإقبال كبير جدا ولو مشيت في الشارع برضو هتلاقيهم بيغنوا الأغاني دي رجبين في عربياتهم مشغلين هذه الأغاني الأهالي بقوا بيسمعوا الأغاني دي مع أولادهم لكن لو كمان فتحت السوشيال ميديا هتلاقي كم الشارع والتعليقات والحب والارتباط الكبير بين مغنيين ومطربي الراب حكاية تانية خالص إيه الحكاية وليه يعني الموسيقى الراب بقت موجودة في مصر وخصوصا من بعد 2011 بشكل كبير جدا ده اللي هنعرفه النهاردة من ضفنة اللي نهاردة في الستوديو ناقد الموسيقي محمد شميس صباح الخير عليك يا محمد صباح النور صباح الخير يا شميس صباح الفل ببرك ايه زيك فل الحمد لله الحمد لله كنا منتكلم انه في السنين الاخيرة بقنا بنشوف انتشار واسع لمغنيين الراب واقبال كبير جدا في حفلاتهم من الشباب ويمكن انا كنت بقول ان احنا اول ما عرفنا الراب كان مع ام تي اي وغنية ام يمسافرة وطالينا نشوف وبعدين ميكي في الافلام وبعدين بقنا بنشوف قصرا اخر خمس سنين اسامي بقى موجز و مروان بابلو و مروان نوسى وتعلق الشباب الكبير باغنيهم و قصت انهم يردوا على بعض في الاغاني شايف ده ازاي هو فعلا احنا يعني اول فرقة متخصصة للراب ظهرت في مصر هي ام تي ام على المستوى الجماهيري يعني كان فيه محاولات في اسكندرية اكتر واي كرو و اجي راب سكول كان موجودين بس الراب اصلا دخل في مصر احنا عرفناه مع مغنين البوب عمر دياب و محمد منير كان محمد منير في غنية سياسية كان فيها جزء راب عمر دياب في غنية حبيبور على بالو جزء الاخير برضو كان فيها جزء راب فهو اصلا دخل يعني احنا ابتدنا نعرفه في مصر عن طريق مغنين بوب اكبر اتنين في مصر عمر دياب و محمد منير وبعد كده ابتدى بقى فيه فرق متخصصة بتقدم بالشكل اللي هو ظهر في امريكا بس بما يتماشى مع تقاليدنا احنا وهويتنا المصرية ده اللي هو الجيل الاول فيه الجيل الجديد اللي هو من مغنين الرابن اللي هو نقسمهم كجيلين يعني وكل منطقة بيبقى ليها المغنين بتوعها بيغنوا بيعبروا عن الطاقة الجغرافي اللي هو خارجين منه واحيانا الثقافي من حيث المزيكة ومن حيث اللهجة والكلام ده لحد ما وصلنا لله هو الجيل الجديد اللي فيه كنا بنكلم عليه من شوية مروان بابلو ويجز وعلي لوكا وعفر التوش شباب دول كلهم طيب كنت بتتكلم من شوية قبل الفقرة على طوله بتقولوا ان فيه اسباب اجتماعية قدت لظهور وانتشار هذا النوع من الفن واحنا عندنا اسكندرية يمكن ناس كتير قوي خارجين من اسكندرية بيغنرها أسباب اجتماعية لأن الأغاني اللي احنا بنغنيها بشكل يعني على طول نقدر نعليها الغنى الرسمي هو اللي فيه الأغاني اللي دايما بتناقش أغلبها العلاقة ما بين الرجل والست العلاقة العطفية ففيه جزء كبير جدا من حياتنا احنا ما بنناقشهوش في الأغاني وده حاجة مهمة والمراهقين تقريبا السن بتاع المراهقين ما عندهمش المغني اللي يقدر يناقش مشاكلهم والتعبيرات اللي الناس بتحاول تقدمها كمغنيين عطفين ما هم مش نفس السن من الشباب بتاع المراهقين وما بيعيشوش نفس المشاعر اللي هم بيعيشوها ولا نفس اللغة اللي بيتكلم بها ولا حتى نفس اللبس اللي بيلبسوه ولا حتى التكوين الجسماني ففيه حالة من عدم المصداقية شوي ما بين الفئة بتاع المراهقين وما بين الأغاني اللي بتتقدم فكان طبيعي ومنطقي رمي يعبر عنهم أكثر يعني متطابق معهم مش معبر بس لأنه هو كمان أكثر جرأة يمكن كمان كذا حاجة يعني لي عدة أسباب يعني أهم حاجة منها أنه هو الغنى معلوش قيود لأن دلوقتي فيه مساحة في الإبداع أن كل واحد يقدر يخلق أغنية بمفرده وينزلها ويبقى هو شركة إنتاج لنفسه السوشال ميديا بتقدر توفر له ده ويقدر هو يديرها وهو يقدر يعمل كل حاجة أو مع ناس بيتشاركوا نفس الأحلام ونفس الاهتمامات ويشتغلوا معاه ويبقوا مؤمنين كلهم ببعض كجيل واحد يعني فده لأصادة طبعا كبير جدا عند الفئة اللي بتسمعهم لأنه هو شايف واحد لابس زيه بيتكلم بنفس طريقته بيقدم له كمان المواضيع فيها جرأة وفيها تمرض اللي هو بيتماشى مع يعني أنا بفتكر لما كنت مراهق برضو كان عندي نزعة التمرض دي مع أهلي مع زميلي في الجامعة وكلام ده فده موجود في الأغاني بتاعتهم فطبيعا هم يبقوا بيسمعوا وبيحبوه وكمان هو بقى أوسع كمان يعني بقى عندنا الغنى في مواضيع بتناقش البطالة بتناقش أحوال التعليم ومدى جدوى التعليم إحنا ندفع مثلا في فلوس يعني وهل ده بيتماشى مع سوق العمل بعد كده يعني القضايا دي اللي الدولة بتحاول تحلها وبتشتغل فيها هنلاقي جزء كبير منها موجود في الأغاني بتاعت الرئاب طيب عظيم جدا إحنا عايزين نعرف برضو إيه السبب اللي خل الناس أكتر تسيب الأغاني الطراب اللي احنا عارفينها دي وتروح تتجه إلى الرئاب بعض النقاط بيقول أنه السبب في ده أنه المطربين الحاليين مش بيطوروا من مستوى الأغاني بتاعتهم وسيبين الساحة الفنية فانتشر الرئاب طيب ما انتشرت المهرجانات هل ده برضو بنفس السبب؟ طيب لما الرئاب طلع المهرجانات اختفت هل الرئاب هو السبب في اختفاء أغاني المهرجانات؟ هنريزين عمتا نشوف دلوقتي احنا نزلنا طبعا الشارع عشان نشوف قراء الناس وسألنا الشباب عن أغاني الرئاب من أنواع المزيكة اللي انتشرت بقالها فترة كبيرة هي مزيكة الراب وبقاليها مطربينها المشهورين خاصة وسط الجيل الحالي من الشباب اللي كتير منهم بقى من محب الراب وهنا بقى يدور في بالنا سؤال مهم جدا عن سبب ارتباط الجيل الحالي من الشباب بمزيكة الراب فقلنا ننزل الشارع ونسأل الشباب ونعرف رأيهم في مزيكة الراب فتعالوا بينا نشوف ونسمع هيقولوا ايه ايه رأيك في مزيكة الراب الراب بالنسبالي انا الوحيد الحاجة الوحيدة اللي بسمعها وبالنسبالي حاجة جامدة وبص ما اسمعاش اسمعاش اي حاجة غيرها طب ليه ايه السبب ان انت بتحب الراب متماشى مع سننا وكل ليريكس بتاعتها وبالنسبة للراب هي متقسمة نزي مثلا قلد سكول دريل نيو سكول فبالنسبان حاجات بنفهمها حتى سرعة في الكلام وبنفهمه يعني زي مثلا غير ما تسمع مثلا عمره دياب او طام الحسني الاغاني العادية او المهرجانات الشعبية دي حاجة ودي حاجة زي المضغط طبعا اضافة كبيرة لنا في الفن في مصر وكنا مشين بانا سنين على طيب معين وكنا محتاجين للتغيير ده لانا كنا مش محصورين في انواع معينة من الاغاني فكنا تضافها حلوة لنا طبعا وحاجة جديدة عليك وفيه فهات كتير بقى تسمعها دلوقتي اللي هو معظم الشباب فيه ناس كبيرة بقى تسمع راب ففيه ناس كتير سمعتها وعجبت ناس كتير بتعبر عن شخصية الجيل اللي طالع كله اذا كان كبار فيه ناس يعني فوق العشرينات شباب بتسمعها وتحت ال 17 سنة وال18 سنة بيسمعوها وكده هو الراب يعني انت بتسمع حاجة اللي في دماغك عايزها يعني انت ممكن بره عن الشعبي انت بتسمع حاجة انت نفسك فيها بتلاقيها في اللغنية دي على حسب بقى بابلو ويكز يعني انت هتلاقي من ده هتلاقي من ده لا ما ذكر الراب حلوة لون جديد بالنسبة للمجتمع الشرقي بس مش جديد قوي لانها كانت معمولها من زمان يعني ايام الشعرة وكده كان بيبقى فيه زيباتلات راب بس بالشعر بس لما اتطورت طبعا واتحرفت فبقيت لون جديد وحلو وتبعا بيوصف كل الشاب اللي زائي مثلا والا صغر مني وكده فانا بحب للمذكر الراب يعني فيه كلام استطلاع فيه يعني كلام كله يحساك انت برضو انت اللي بتغني مش يعني انت اللي بتغني وانا من عشرين الراب يعني انا عندي دلوقتي 12 سنة انا من عندي من عند 8 سنين انا كنت باس مع راب وحب واجزي وبحب الجوكر شميس يمكن سمعت معنا التقرير وتعليقات الناس وكله بيتكلم عن الكلمات والجرأة في استخدام الكلمات واعتقد انهم ده اللي بيشد الجيل الصغير لمغنيين راب شايف الموضوع ازاي اه زي ما كنا بنتكلم من شوية يعني حتى طريقة اللبس الشباب اللبسين هم هم شبه اللي بيسمعوه يعني فهو في حالة تطابك ما بين الجمهور وما بين الاغاني اللي بتتقدمه والشكل كمان بس كنت عايز اقول حضرتك وحضرتك برضو لما كنا بنتكلم قبل ما نسمع التقرير هو مش يعني ما فيش حاجة بتلغي حاجة وما فيش فن بيلغي فن وكل الازواء هو بس الموضوع دلوقتي بقى مفتوح اكتر وده بقى فيه تنوع وده حاجة ايجابية لان انا لما حب اسمع عاطفي هسمع عمري دياب وهسمع تامر حسني وممكن في البيليلست عندي هبقى اسمع برضو اغاني قديمة موجودة لمكلسوم وعبهاب وعبد الحليم وفي نفس الوقت بسمع الاغاني اللي فيها الراب وبسمع الاغاني اللي فيها الفرق اللي بتقدم موسيقى الروك زي كايروكي او مصار اكباري يعني دلوقتي فيه حالات كتيرة جدا وفيه اشكال موسيقية متنوعة واحمد سعد برضو مكسر الدنيا ومش مغني راب مثلا واكتر واحد بيتسمع بقى له تلات سنين بحزبة الارقام يعني مع عمر دياب هم اكتر اتنين ما سمعين في اخر ثلاث سنين والاتنين ما بيغنوش مثلا راب فالراب برضو موجود بقى ليه جمهوره هو بس عشان خاطر هو طالع جديد فالناس مستغربة ان هو يعني طالع جديد على فيما يخص مثلا الاعلام بيغطيش ازاي هو موجود من قبل كده وان الناس بقى تتفاجأ لان بقى فيه سوشيال ميديا فهو كان موجود بس ما كانش بيتعبر عنه ودلوقتي بقى يطلع ترند فالناس بقى تشوف صور بقى تشوف شير بقى تشوف حاجات وهو كمان بيتأسس ومع الوقت بيتشكل وبيختلف يعني على حسب جمهور بيبقى عايز ايه تقول ايه لالناس اللي مش مقتنع بفن زي فن الراب او اللي لسه مش قادرة تفهمه كويس لكن على الارض هو موجود على الارض هو موجود يعني احنا لما نجي نتكلم عن اقناية وجزة اللي عملت 136 مليون مشاهدة لا هو موجود بالزبط وهو موضوع مش يعني مش لازم حد يقتنع بحاجة هو ازواء يعني فيه حد عايز يسمع ده هيسمعه فسهو فرصة مهمة جدا مفروض يعني الاسد زبطه انا في علم الاجتماع كمان ان هم يبتدوا يسمعوا الاغاني دي يعرفوا الجيل جديد بيفكر زي لو احنا بنقول مثلا فيه جيل عنده افكاره عاملة زي نقدر اعرفه من خلال الاغاني دي بتاعته خصوصا ان فيه جزء كبير من الكلمات فيه كلام عن العنف بيقلدوا حاجة بره اسمها الجنجست يعني اسلوب العصابات في الغنى والكلام ده كلام احيانا فيه كلام عن السلاح واستخدامه هم بيحاكوا التجربة الامريكية مش بالضرورة تكون هي بيستخدمه هم مش مفيش حد فيهم الحمد لله يعني يعني ما عندناش كلام ده هنا خالص بس هو ده موجود في الاغاني كمحكاية للفكرة المستوردة جاية من بره فبرضه دي حاجة مهمة نعرف في الناس يعني اسزتنا بقى في علم الاجتماعي المفروض يفسروا لنا ظاهر زي كده وازاي نتعامل معها بشكل ايجابي عشان برضو الموضوع ما يبقاش منفلت يعني دي حاجات مفروض تبقى مهمة لنا طيب اعتقد ان السوشيل ميديا برضو لعبة دور كبير جدا في نجومية مغنيين راب في مصر مين فيهم برأيك قدر يستخدم السوشيل ميديا بطريقة ايجابية وحقق المعادلة انه ما بين الاعتراضات اللي بيتعرضوا لها علشان كلام معين في الاغاني الناس ممكن تكون رفضا لكن مين فيهم قدر انه حقق المعادلة الاجابية بتاعت انه يأثر في الشباب وفي نفس الوقت هو عنده رسالة ايجابية يعني هم كلهم مؤثرين يعني احنا شفنا التقرير كل الشباب لابس تقريبا نفس الملابس اللي هم بلبسوها انا برضو لابس حاجات زي كده طبعا عشان طلع موضة ومريحة في نفس الوقت بس هي طبعا التأثير احنا بتتكلم على فكرة التأثير هم هم مؤثرين الموضوع بقى ان الغنى يبقى فيه حاجة ايجابية او سلبية او يعني هو بيتعمل كتعبير عن نفسه خصوصا هو غنى ذاتي يعني اللي بيغني هو اللي بيكتب عن نفسه بيعبر عن الواقع الجغرافي اللي هو خارج منه يعني مثلا خلينا نتكلم بأمثال عشان الموضوع يبقى واضح اكتر لو احنا بنتكلم عن ماروان بابلو فهو عنده اغاني بيتكلم فيه عن منطقته واصحابه بقى ساميها واسام المنطقة والظروف الاجتماعية اللي هو كان عاشها طب ممكن حاجة زي دي تهم صحابه وتهم ولاد منطقته بس ما هو بي الموضوع بقى بيبقى عامل ازاي انه هو الناس بتشوف فيه متشارك في نفس الظروف لان احنا نتكلم على جيل تقريبا نفس الافكار ونفس الحاجات فانا مثلا لو انا في القاهرة او في المبابة او في الحاجات دي في نفس الوقت المراكب انا وجيلي كنا تقريبا نفس الافكار ونفس الحاجات فلو حد طلع مننا كان بيبقى ليه حالة من الانتماء عشان كده بيبقى فيه دفاع جدا وفرق او مغنين بيبقوا ضد مغنين يعني بيتكلموا عن بعض يعني بشكل تحدي او حاجة زي كده فبنلاقي دا ليجوا مهوره ودا ليجوا مهوره لان الموضوع داخل فيه انتماء يعني بشكل اكبر منه طيب شايف انه الرب رايح فين في مصر هل هيتجه للبتر راب ويفضل زي ما احنا شايفين كده حرب كلامية ما بين اتنين ولا ممكن ياخدوا الخط بتاع احمد نكي ما هو ده موجود وده موجود يعني اللي بيعمل حرب الكلامية ده برضو عنده الاغاني اللي بيقدم فيها برضو مدلول نقدر نقول فيه حقيقي أو واقعي يعني مش كله ده وده والرب لازم هو جزء من ثقافته انه لازم فيها التحدي الاخرين والحديث عن نفس وده موجود في الرب اللي هو النسخة الغرب شوية او اللي بيقلد امريكا اللي جاي بالنسخة الامريكا اللي هو زي مروان بابلو ويكز او موجود في الاغاني اللي هي واخد الطابع المصري بتاعة محمد رمضان ودابل زوكش وعنبة وده الرب برضو يعني مش مهرجان هو ده راب هو اي كلام مغنى هو راب بغض النظر بيتغنى عن ايه بيتغنى بقى على موسيقى مقسوم بيتغنى على تخت شرقي بيتغنى على موسيقى روك يعني بغض النظر على التوزيع الموسيق ايه هو راب يعني هو طريقة اداء صوتي حتى لو من غير مزيكا زي ما كان احمد ميكي بيعمل في المسلسلات بتاعته حتى من غير مزيكا فهو اسمراب برضو هو اداء صوتي وكلام مغنى مفهوش الالتزام التقليدي المفهوم اللحن اللي احنا بنتكلم عليه في الاغاني القديمة او اللي احنا بنقول عليها الغنى الطبيعي يعني إلا في المنطقة اللي هي اسمها السينيو او الكورس اللي هو جزء اللي بيتكرر ده ده بقى في حاجة لح جملة لحنية بتتقال عشان ديها اللي بتبقى كاتشي وجملة لحنية قصيرة عشان خطر التعلق في ودن الناس يعني اللي هو الجزء اللي بيتكرر طيب وكل دور راب مع بعض عايزين نتكلم عن تجربة الرابرز في مصر ومين المتصدر في المشهد ونفهم ايه رأيك في كل تجربة لو بنتكلم على مروان بابلو لسه عامل اغنية مع نانسي عجرم وشكل الحالة دي يعني لأي مدى فيها ايجابية لنجوميته او شعبيته بالنسبة للناس اللي مثلا ما كانتش بتسمعوا قبل كده وتسمعوا مع نانسي فتبتدي تشوف نتكلم على وجز نتكلم على عنا بقى نتكلم على مران موسى كل هذه التجارب هي كلها تجارب كويسة ونشأة وبتتشكل وجميلة جدا كمان لانهم اخرت شفت الترشيحات حتى اللي كانت نازلة لاختيار افضل مغني في جواز الموسيقى الافريقية فيها علي لوكا ده اللي هو كان عامل اغنية ما تخفيش يامنا وهي عامل اربعة مليار استخدام على تيك توك واغنية ايجابية واحد بيكلم والدته وبيقول لها انا هبقى في يوم من الايام حاجة كويسة مفاش حاجة مشكلة واجز موجود في القايمة تقريبا مروان موسى فهم موجودين وبيتشكلوا لان احنا متكلم برضو على مروان بابلو انا بكتب فروزا اليوسى عندي مقالات يعني باب ثابت هناك في المجلة اسم رو بعتون كنت كاتب السنة اللي فاتت وانا بعمل بختار يعني احسن اعمال في السنة كنت مختار ألبوم مروان بابلو اكتر ألبوم مهم في مصر وفي الوطن العربي كمان لانه هو كمان في مفهوم الالبوم الحقيقي اللي هو الاغاني بتكمل بع الاشكال المزيكة متربطة عظيمة هو في رسالة واضحة نعم بشكل عام واخيرا وسريعا جدا مين اللي انت شايفه نجم كامل فيهم يعني كلهم كلهم كويسين يعني يعني كل واحد فيهم هو صاحب تجربته يعني مش لازم بقى حد فهم بقى متصدر على حد يعني الزمن بقى هو اللي هيقول كلمته لان كل واحد اللي حياته من يبقى من يؤثر وهو احنا بنتكلم عن الغنى ذاتي برضو فما ينفعش نفصل دي يعني على حسب تكوين كل واحد في حياته الطبيعية بيتأثر بايه هتأثر على مسيرته في الغنى فاهم صحيح كل شكر ليك شرفتنا ونقرتنا ناقد الموسيقي محمد شميس شكرا جزيلا ليك شكرا جزيلا ليك شكرا جزيلا ليك